اشتركوا في القناة مجموعة مسلحة تعتدي بالضرب على شاب مدني وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي وتعتقله إثر خجه سيارة تابعة للمجموعة بدراجته النارية قطاع التيار الكهربائي في صالة الفيحاء بدمشق أثناء مباراة منتخب سلطة الأسد لكرة السلة مع كازاخستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى الملحق النهائي المؤهل إلى أولمبياد باريس 2023 والتي انتهت بفوز كازاخستان بفارق 15 نقطة تراجعا ملحوظ بحركة السيارات في مدينة حمصق بقرار رفع الدعم عن المحروقات وفق مرأس الحلب اليوم المكتب التنفيذي في محافظة حلب يحدد أجور باصات النقل الداخلي والميكروباص العاملة على المازوت في مناطق سلطة الأسد بحلب وريفها بقيمة تتراوح بين 800 و 1400 ليرة سورية اشتركوا في القناة